قال الفلكي والمؤرخ الكويتي العضو الفخري للجمعية الفلكية البريطانية عادل السعدون إن القمر سيشهد خسوفا كليا صباح يوم الاثنين المقبل وسيشاهد جزئيا في الكويت لمدة عشر دقائق وضف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية كون اليوم إن الخسوف الكلي للقمر يشاهد في الأمريكيتين ووسط وغرب أفريقيا وجزء من أوروبا ولفت إلى أن هذا العام سيشهد فقط خسوفين للقمر أحدهما كلي وهو بعد غد والثاني جزئي في السادس عشر من يوليو المقبل